احنا التلاتة هل الموضوع بس عشان ننتخب الشباب ولا انا شايف دول تانية بتروح لمنطقة تانية في كرة القدم افريقيا زي السنغال زي المغرب زي نجيريا بيدي نجيريا على طول يعني ما شاء الله عليهم حتى لو هي راحت بعيد شوية بترجع تاني بسرعة احنا بنروح يعني مش عارفين نوصل لمرحلة بس ان احنا نشوف منتخب قوي بيلعب كرة منتخب جريء زي ما كان موجود في سلطة والثمانية وعشر ليه وهل ده ممكن نقف عند المرحلة دي ان هي مرحلة صعبة في تاريخ الكرة المصرية ونبتدي ممكن نلاقي اجيال قادمة مع مدير فني قوي يودينا للمنطقة اللي كنا فيها في وقتا مثلا احنا كنا بنقول احنا بن نايم افريقيا من المغرب المنظومة المنظومة كلها احنا دلوقتي بنعتمد على النجاح اللي بييجي بالصدفة مفيش منظومة مفيش تخطيط مفيش فكرة ان انا لما خسرت او ثلاث بطولات امم افريقيا متأهل تلهمش عالكت الموضوع ده ازاي مفيش تخطيط ولكن فجأة بالصدفة كده جه مدرب عمل منظومة دفاعية وصلنا نهائي قلنا طب يكمل لا ما يكملش ومشي وماكملناش حتى نمشي على الخطوات البعض فانت حتى اي خطأ بيحصل عندك ما بتنظمش او ما بتفكرش هخطط ايه للي جاي منتخب الكابتن محمد واهبة لما خرج وبرضه خرج بخروج مش طيب جدا ومش بالشكل كويس بالكرة المصرية مفكرناش ان احنا طب ناخد جرز انظار في اللجنة السلسية يعني بالزبط طب ناخد بقى ويبقى جرز انظار اللي جاي للكابتن محمود جابر والمنتخب اللي بعد وزي ملسوس محمد دلوقتي بيقول ايه خدوا بالك او احنا بنرفع عشعار خدوا بالك يا جماعة منتخب الاولمبي هيبقى في قلق حتى لو مش في المستقبل القريب وعدينا مطشينت زامبيا في مارس التمانية التمام منتخبات اللي هيروحوا في المغرب بس ده اختار اتحاد الكورة خليوا مش معطارد بس هو احنا دلوقتي بنقول ايه يا جماعة فيه نقطة خدوا بالك فيه نقطة مش مظبوطة فيه كده انت بتخلص على منتخبات كلها بدا ما يبقى كل المنظومة هتتودع في افريقيا هيبقى امر مؤسف جدا لهم انا وجهة نظري ممكن تكون غريبة شوية السبب الاساسي في اللي بيحصل في منتخبات الاقل سلدا هو قرار الاستعانة بخمس لعبين اجانب في الدوري الممتاز انت بتفطس عندك اللعيبة الشباب انت بتفطس عندك يعني شوف على سبيل المثال ما للدوري السعودي ايه لا انت بتكلم في حاجة تانية الدوري السعودي فيه سبعة او تمانية خمس اجانب فانت الدوري السعودي تمانية ايو ماشي تمانية منتخب قوي ايو ماشي وهتلاقي منتخبات الناشئين عنده قوية لا تمانية منتخب السعودي تمانية بس ما ينفعش دور السعودي ما ينفعش ينقرم بينا احنا هنا هو احنا دور المواصري انت هنا هو كابتن محمد عندك مية وخمسة او مية وعشرة مليون تمام لو انت بتلعب ده في عندنا في الصعيد لعيبة لو اصلا بتشارك اضرب لك مثل بسيط جدا نادي الزمالك السنة اللي فاتت كان عنده اقاف قيد النشيين هم اللي شاركت ده فادوا طيب انا هضرب لك مثل تاني النهاردة بعد مباراة سموحة بعد مباراة سموحة وحرس الحدود اتلعب مية تمانية وستين مباراة في الدوري احرزوا تلتمية اربعة وسبعين تمام تلتمية اربعة وسبعين هدف منهم الاجانب احرزوا كم من التلتمية اربعة وسبعين مية وتسعة تشر هدف والمصريين ميتين خمسة وخمسين ده احصائية النهاردة تمام فانت هنا موضوع الاجانب ده اسألك سؤالة كابتن محمد مين رأس حربة منتخب مصر نصف محمد برا صح مين رأس حربة زمالك سف الدين الجزيرة مين رأس حربة الاهلي برستاء انت هنا فين لعبتك انت لذلك انا من وجهة نظري لازم 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 يعاد النظر في موضوع الاجانب